السلام عليكم اهلا بكم في قناة المستر نارضي عن حل كتاب جيم الترمي التاني سنة اولى سنة والوحدة السبعة من صفحة 43 لصفحة 46 انتظرونا الصفحة 43 رقم واحد يعني عندك ايه كثير من الوقت يو نقط هاري انك تسرع يبقى انت ايه مش محتاج انك تسرع لا داعي تبقى ايجابة نيد انت رقم اتنين يو وبعدين نقطة study history تدرس تاريخ at school the seer في المدرسة السنة دي it's a basic subject يعني مادة ايه مادة اساسية يبقى انت ايه لازم حتدرس بقى have to مضطر الى ضرورة مفروضة من الخارج من الوزارة يعني ومن المدرسة انه يدرس ايه رقم تلاتة اي رام فاست انا جريت بسرعة to catch the train عشان الحيليه القطر عشان ما يفوتنيش يعني which was late بس القطر اصلا اتأخر and i waited for long وعدت منتظر ايه كتير يبقى يبقى مكانش من الضروري ان انا ايه اسرع يبقى i needn't have hered مكنتش مضطر ان انا عمل كده بس انا عملت كده بقى ايه رقم اربعة we have already cleaned the house يعني احنا بالفعل نظفنا المنزل يو نقط clean it again ان انت تنظفه تاني يبقى انت ايه لا داعي انك تنظفه تاني هتبقى الايجابة don't need to خمسة you بعد النوع to work a bit harder انك ايه تشتغل بجد اكثر يعني or you will fail in the exams و ايه اللي هترسب في الايه في الامتحانات يبقى منها الافضل انك ايه تعمل بجد اكثر رقم واحد there is enough petrol in your car في بنزين كافي في سيارتك you know i go to the petrol station يبقى انت ايه مش مضطر انك تذهب الي محطة البنزين حتبقى الايجابة don't have to اتنين your flight is five hours from now يعني باقي على الطيارة بتاعتك خمس ساعات you know it repair تجاهز your luggage الامتاع بتاعتك دلوقتي احنا ايه لسه بدري يبقى انت ايه مش محتاج انك تجاهز الامتاع بتاعتك دلوقتي needn't should not يعني رقم ثلاثة you بعدين نقط shouted at my little son انك تزعق كده في ابن الصغير he will never forgive you عمره ما هيسمحك يبقى ايه ما كانش ينباغي انك تزعق لابن الصغير كده هتبقى الايجابة shouldn't have وهنا في التصريف اربعة you بعدين نوع wash your car is still clean ما زالت ايه نظيفة السيارة بتاعتك ديت يبقى ايه لا داعي انك ايه تنظفها او تغسلها يعني needn't رقم خامسة i am sorry i couldn't come yesterday آسف ما ادرتش عاجي أمس يبقى هنا ايه تدل عالماضي اذا هنختاروا الماضي لي ديت ايه 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 i had two انا اضطرت اني سافر as my brother was in لاني اخي كان مريض ايه رقم ستة you بعدين نقط more bread مزيد من الخبز we already have a lot احنا بالفعل عندنا كتير يبقى انت ايه needn't have both ما كنتش مضطر انك تشتري ايه مزيد من الخبز بس انت اشتريت يعني رقم سبعة your writing is full of mistakes كتابتك كلها اخطاء مليانة اخطاء يبقى ايه كان ينبغي عليك انك ترجح اكثر حرصا هتبقى الاجابة should have والتصريف الثالث should have checked بس اللي حصل انه ايه ما راجعش وطلع على الاخطاء دي كلها رقم ثمانية i felt a lot better yesterday يعني انا مبارح شعرت ان ايه بتحسن اكتر يعني so i not to go to the doctors يبقى لذلك انا ايه لم اضطر للذهاب للعيادة بتاعت الطبيب يعني بعد الاجابة ايه didn't have فما راحش فعلا يعني تسعة does my son هال ابني وبعدين نقط take this medicine doctor بيطالب ايه بيقول للطبيب يعني هال ابني مضطر ياخد الدواء ده هنا مع does مش هتنفع has to ولا must هتبقى ايه have to ولا should كمان رقم 10 i not to buy my daughter present يعني اشتري البنت هدية as it was her birthday ده كان عيد ميلادها يبقى كان ينبغى عليها ان انا اشتري لها ايه هدية هتبقى ايه should have بس اللي حصل انه ايه ماشتريش هدية 11 we و بعدين نقط our umbrellas مظلات المطر to england لايه الانجلترا ايه اللي حصل بقى it didn't rain at all ده مش هتتش خالص يبقى ايه لم نكن ايه من الدع اللي احنا ناخد المظلات دي معانا هتبقى ايجابة needn't have والتصريف الايه التالت دول على الايه الماضي بس اللي حصل انهما ايه خدوا معاهم يعن 12 ايه تو بعدين نقط for all our students الكل طلبنا to come to school انهما يجوا المدرسة last week الاسبوع الماضي to share علشان نشاركم في الايه fun day ويوم الايه المرة حيبقى كان من الضروري هتبقى الإجابة طبعا نتكلم هنا عن الماضي last هيت هنختاره ايه بقى was necessary كان من الضروري 13 i can do my work ممكن اعمل شغلي بمفردي you not to help me يبقى انت ايه مش من الداعي انك ايه تساعدني حتبقى الإجابة don't need اخترنا طبعا don't need عشان هنا في ايه to shouldn't ما تجيش معاها to ولا mustn't و need to ما ينفعش معاها to دي ايه وراها مصدر على طول 14 i really انا حقا وبعدين نوعة out yesterday ان انا نخرج ايه امس it was raining دي انا كبتشتي بغزارة and i got it و ايه طبعا تبللت فهنا ايه بقى يبقى مكانش من الضروري او ما كنتش محتاج لدانا يخرج للماضي اعتبار إجابة need didn't have والتصريف الثالث didn't have gone وطبعا اللي حصل اللي هو ايه خرج و ايه تبلل صفحة 45 رقم 15 my daughter ابنتي got a very low mark in the exam جابت درجة ايه منقفضة في الامتحان she noct more اكثر and it was wrong of here دي كده قلتتها يبقى كان يجب عليها ان هي ايه تذاكر اكثر للماضي هتبقى should we have والتصريف الثالث should have studied ايه لك اللي حصل ايه مذاكرتش وطبعا جابت درجة ايه سيئة 16 we spent the week end in the farm قضينا ايه عطلنات الاسبوع في المزرعة but we noct it في اسكندرية يعني يعني كان من الممكن اللي احنا نقضيها في اسكندرية هتبقى الاجابة هنا code we have والتصريف الثالث code have spent كان من الممكن ان 17 tomorrow يبقى مستقبل كده غادا ايه ايه نقط travel to alex هتسفر اسكندرية عشان اقابل ايه رئيسي في العمل يبقى ضرورة في المستقبل هتبقى الاجابة will have to سوف اكون مضطر الى 18 داليا وبعدين نقطة to study hard تذاكر بجد to pass here exams عشان تنجح في الامتحانات بتاعتها يبقى هتبقى الاجابة needs to طبعا هنا في ايه في to طبعا have ما تنفعش معدلية المفروض تبقى ايه has عشان كده ايه مختار نهاش must بتاخدش to ولا should تاخد to رقم 19 you بعد النقط buy a new suit تشتري بدلة جديدة for the wedding الحفل الزفاف I can't give you mine انا ممكن اديلك ايه البدلة بتاعتنا يعني يبقى انت ما انتش مضطر انك تشتري يبقى don't have to 20 ايه تو بعدين نقطة necessary يعني ضروري to do my best ان انا ابزل كسارة جهدي عشان انجح فين my last exams ابتحانات الايه الماضية بقى ديه ماضي كده احنا اختاره الماضي ووس كان من الضروري طبعا دي ماضي بس نافي هتدي المعنى غلط ايه 21 it's a national holiday tomorrow بكرا بقى اجازة رسمي so I not to school بقى ايه مش مضطر بقى ان انا اروح ايه المدرسة بقى هنا نافي ضرورة في المستقبل won't have to go ايه رقم 22 a time table هو جدول يعني وبعدين نقط be sit يوضع الجدول يعني for finishing our work عشان نكمل شغلنا it's necessary ده شيء ايه بقى ضروري يبقى لابد من وضع جدول حتى بقى الاجابة must 23 you وبعدين نقط eat this food تأكل هذا الطعام it's poisonous لما ايه sam and you will be ill وصفة امرض او ايه او تموت يبقى ايه نبقى ايه ممنوع انك تاكل الطعام ده mustn't حظر هنا 24 smoking in public places تدخين في الاماكن العامة والمواصلات العامة برضك ايه band محظور 25 i am not late for school انا بقى مش متأخر على المدرسة so i وبعدين نقط ايه harry ان انا اسرع يعني يبقى انا ايه لداعي ان انا اسرع تبقى الاجابة needn't مش محتاج بقى الا انا اسرع 26 my children اطفالي وبعدين نقط wear a uniform مرتدو زي ايه زي المدرسة يعني مدرسة ابتداء في مصر يبقى دي ضرورة مفروضة من ايه من المدارس او الوزارة هتختار have to مضطرين الى 27 you بعدين نقط swim in this area طعم في المنطقة ديت دي فيها اسمك ارش يبقى ممنوع الايه السباحة فيها mustn't 28 i think the accident اعتقد ان الحادث is your own mistake هو كان الحادث ده حصل بسبب ايه خطأك انت you not driven so fast يبقى ما كانش ينبغي عليك انك سوء ايه بالسرعة ديت هتبقى الايجابة shouldn't have والتصريف التالت طبعا هو التصريف التالت هوت 29 29 it was wrong of you ده كان خطأك to sleep late انك تنام ايه متأخر you not early يبقى كان ينبغي عليك انك تنام ايه بدري بس اللي حصل العكس هتبقى الايجابة ought to have slipped كان ينبغي عليك 30 i think اعتقد you not do some sports تكون بعض الرياضات عشان يكون بصحة كويسة يعني i only advise you انا بس بنصحك هتبقى الايجابة ايه have better للنصيحة دي يعني من الافضل الصفحة اللي بعدها صفحة 46 ده السؤال بتاع ايه fill in the space املأ الفراغات اول فاكرة كده هنقول ايه فكرتها ومعناها water is life طبعا الماء الماء هو ايه الحياة يعني we all ممكن نحط هنا بقى mustn't او shouldn't زي ما بنقول في ايه ينفع اكتر من اجابة يعني يعني لا يجب علينا ان احنا ايه waste نهدر الايه المياه we وبعدين هنا use it wisely نستخدمها بحكمة يبقى must ممكن تستخدم should بردك كثير من الناس المهملين بيستخدموا الماء بايه بحماقة Soberance لذلك الوالدين والمدرسين must يبقى ايه يعلموا الاطفال بقى teach ايه كيف ان هم ايه يعني يحفظوا على المياه والاخيرة بقى ايه necessary يعني ايه ايضا من الضروري لوسائل الاعلام ان هي تلعب دور في هزي ايه هذا الموضوع في هزي الحالة يعني الكتعة التانية بتتكلم عن stress اللي هو الضغط يعني انو بقول ايه الضغط ده مشكلة ايه خطيرة people who او اللي جاء بحتي بقى هو الناس اللي بيعانهم من موضوع الضغط ده ايه دايما بغالي انين وغالبا بشعروا ان هم ايه متعبين بردك طوال الوقت stress كان بيه ايه اعتباء كان يمكن يجعل الناس ايه غاضبين وحالتهم المزج ايه يعني طبعا ايه عصبية وكده يعني المهم كل الفكرة عن كده سي اعتباء ان يعني بقول هنا mental health اللي هي الحالة الايه العقلية بتاعت الاشخاص المصابين بالايه الضغط ده بيكونوا ايه in danger في خطر اخر واحدة هنختار معا ايه عن اكتب ايه ات اوت اوت عشان هنا في تو هنا يجب عليهم يقللوا ايه الضغط رقم تلاتة دي بتتكلم عن ايه بقى عن عمل الاطفال وكده هتبقى الاجابة الاولانية عن يعملوا فين في مزارع يخلوا الاطفال يعملوا في مزارع او ايه او ورش كيتعلموا حرفة وهي نبيه هتبقى يجعلوا اطفالهم ايه بقى عشان يجيبوا لهم ايه فلوس يعني ايه هؤلاء الناس اللي بيعملوا كده بيشغلوا اطفالهم بالشكل ايه بيكونوا ايه مخطئين دي هتبقى هاف هاف تو يجب ان هما ايه نقنعهم من الاسر الصغيرة افضل من هما ايه يخلفوا اطفال كده ويتعبوهم ايه رقم اربعة خلاص بقى هنقولي الاجابات ايه هتبقى ووز بي يوزد سي كودنت ودي هاف خمسة ايه هتبقى از وبي هو سي شد ودي هتبقى كان كده بنته فيديو النهاردة وانتظرونا في فيديوهات قادمة السلام عليكم ورحمة الله